وصلت شحنة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى مطار بيروت تضم 22 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإغاثة والإعاشة وذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيقة وذلك لمواجهة الأطار المترتبة على العدوان الإسرائيلية واستئنافا للجسر الجوي المصري الذي كانت مصر قد أطلقته في أغسطس 2021 تكسيدا لتضامن مصر حكومة وشعبا مع لبنان الشقيقة في مواجهة الأزمات على صعيد آخر قالت السفارة المصرية في بيروت قامت بإعادة 286 من المصريين العالقين في لبنان وذويهم بسلامة الله إلى أرض الوطن على رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران بعد أن تسبب العدوان الإسرائيلي في توقف أغلب خطوط الطيران التجارية تقدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي كان قد وجه في وقت سابق فور تصاعد الأحداث في لبنان بتشكيل خلية أزمة في الوزارة كما كلف كل من نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ومساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية والمصريين في الخارج بمتابعتها وكذلك تشكيل خلية أزمة في السفارة المصرية في بيروت حيث تعمل الخليتان على مدار الساعة لتلقي طلبات واستفسارات المصريين راغبين في العودة لأرض الوطن ومساعدتهم في توفيق أوضاعهم ثم عودتهم على الرحلات الاستثنائية والتي قررت الحكومة المصرية تسيرها بين بيروت والقاهرة ترجمة نانسي قنقر